تاني حاجة المجهود اللي احنا عاملينه يا كابتن اسلام ممكن اكون انا اللي بظهر بس لكن فيه ناس بتتعب جدا جدا زميلي معايا وانت عارف كده كويس طبعا معارفهم كويس جدا زميلي العزيز مخرق قناة الاهلي محمد الدكروري وزميلي العزيز كمان محمد عويدة مدير التصوير فبصراحة عاملين مجهود كبير جدا جدا على مدار الايام السابقة في كل الاحوال فرحة كبيرة فرحة كبيرة جدا فعلا لان فعلا يا كابتن اسلام الاهلي بمن حضر ما كناش يعني اغلبية المتابعين ومحب النادي الاهلي اقل عندهم ثقة في الفرقة وعندهم امال وطموحات كبيرة جدا جدا لكن كنا عارفين ان فيه ظروف صعبة كل الناس كانت عارفة ان فيه ظروف صعبة فكان من المتوقع او النسب كانت اكبر ان ممكن الاهلي لقدر الله كان يتعرض لهزيمة لكن فعلا الاهلي عنده لعيبة رجالة ايا كان يلي يلعب ايا كان يلي يلعب ايا كان يلي بلبس تيشرت النادي الاهلي فهو قد تيشرت ده اي لعيب موجود من الموجودين هما موجودين عشان هما لعبها كويسة هما موجودين عشان هما يستهلوا يبقوا موجودين جوا النادي الاهلي وهو ده الكلام اللي كان يتقلهم قبل اي ماطش كابتن اسلام غلينا اقولك ان بعد ما المتش خلص الكلام另外 كنا بنحتفل من لعيبة وسجلنا معك تقريبا لفريق كله لكن في اخر كل تسجيل او بعد ما م conversationfire بنخلص. كله بيقول يا جماعة لسه محققناش حاجة. احنا وصلنا لمرحلة احنا وصلنا لها قبل كده. طبيعي. حتى لو خسرنا المطش الجاي وخدنا برونزية. ما احنا خدناها قبل كده. لا احنا عايزين نوصل للأبعد. احنا عايزين نوصل للنهائي. احنا عايزين على أقل تقدير نجيب الميدالية الفدية. فبالتالي هو ده التفكير. هي دي ثقافة. هي دي العقلية اللي بيفكروا بها حتى بعد اللي فوز. فرحة كبيرة وأجواء أكثر من رائعة كابتن إسلام. والأهم من كده بصراحة بقى كابتن إسلام ان انا وش حلو على الفرقة. كلما بسافر معاهم الحمد لله بنكسب. إلا نادرا يعني نادرا نادرا جدا. لك فالحمد لله رب تكمل على خير. تكمل على خير ان شاء الله بإذن الله ونفرح أكتر. نفرح أكتر بمنتخبنا بكرة يا رب. ربنا اديك الصحة طبعا. ربنا نستر. لا مش عايزين كده لأن خلي بالك ممكن معرفش يرجع مصر تطلع عينة إيجابية ولا حاجة تبقى مشكلة. إن شاء الله خير كلنا يبقى سلام. في كل الأحوال يعني خليني أقول لك إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية أو الأيام اللي جاية بالمناسبة بكرة مران الأهلي الصبح. يعني التجمع في الفندق. هيبقى الساعة 11 ونص بتوقيت أبو ظابي ومران الساعة 12. مران هيبقى كله استشفائي ومران هيبقى أكيد يعني استشفى بعد المباراة ومجهود كبير جدا يتعامل النهاردة. عايزة كامل بسأ حركة جزئية. إحنا فرحانين جدا. إن شاء الله نتمنى للفرحة تبقى أكبر وأكبر بمنتخبنا بكرة وتبقى أكبر وأكبر وأكبر بالفوص في مباراة نصف النهاية أمام فالمراسة وهذه المباراة المهمة. عشان يبقى بختج ومهور الأهلي اللي بيفرح بناديه بمنتخب بلاده كمان. فإن شاء الله بإذن الله الفرحة تبقى فرحتين يا كابتن إسلام. لو في أي استفسار أنا معاك تفضل. لا أنا بس كنت حابب أن إحنا نقفل معاك اليوم النهاردة. كالعادة الحقيقة الكواليس كانت معنا طبعا طول الوقت ولسه معنا لقاءات. أنت كنت واخدها من أرض الملعب لسه نوريها لجمهور الأهلي من خلال برنامج الأهلي في المنديال. وبالتالي أعتقد أن كل اللاعبين دلوقتي كل واحد فقطه أو يعني يطلعوا يريحوا بقى خلاص بعد المجهود الكبير اللي اتعامل النهاردة. وزي ما قلت بقى من بكرة يبقى يوم جديد. وكالعادة حيكون يوم جديد. وأمين هشام بكرة هيبدأ معنا بشكل آخر. إن شاء الله. صح؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله وكل التوفيق للنادي الأهلي. طبعا طبعا طبعا. ده أمر مؤكد. وأي تفصيلة صغيرة جوا المعسكر هتلاقيها على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال برنامجة كابتن إسلام. مختلف برامج القناة طبعا. وإن شاء الله بإذن الله نفرح أكتر وأكتر برجالتنا دول. وبإذن الله كمان لما لعبت المنتخب ترجع بعد الفوص. بإذن الله بكاس أفريقيا بكرة يرجعون لنا بأضافة قوية للفريق. بإذن الله أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا أمير هشام من الإمارات.